فلنصنع محلياً لنستغني عن الاستيراد هدف تبغي الحكومة الوصول إليه ومن المستثمرين من ركبه وأراد تحقيقه فالعديد منهم يصنع بأياد ومصانع جزائرية إلا أن المواد الأولية التي يستعملها مستوردة رغم إمكانية توفيرها محلياً كما يحدث في صناعة التجهيزات الداخلة في الرأي أن نبرن على الأولية سيارية ثم توابخة المالس بهذا السحرية هو إشهد من السلسلة التي توجد في شهرات المحلياً وفي الأن الزمن تصوري وفي الألسلة لأنها فلسلة محلياً كما يشبقي محلياً ونرأيه في مكترول ونصنع بمكترول مادة إينوكس ما تصنعش في الجزائر تستور من الهند ومن عدة الدول نتمنى أنه احتاج المنتوج هذا يكون مصنع في الجزائر تحويل الرخام مثال آخر عن صرف عشرات ملايين الدولارات في توفيره كمادة أولية والجزائر فيها من الرخام ما فيها الهوكار يعني راهي جبال كاملا تعمى مواد البناء هذه المنطقة نتعفل فيها يعني قرون استغلال يعني أكثر من اللي تصوره العقل فهمت ونحن ما زلنا نستورده مثلا في الرخام نعيب علينا كما في الفلا عندنا عندنا لريزال 6 مليون دمتر كوب فالسي مليون دمتر كوب بتاع الفلا الآن في العام قد شرعنا نديرو نديرو باش نقول نديرو 10 ميل متر كوب 10 ميل متر كوب ويسرح تفيد فالسي مليون دمتر كوب تحمل البواخر للجزائر الكثير من المواد الأولية من الله علينا بتواجدها في بلادنا حال بيننا وبينها استثمارات في استغلالها فتخلق مناصب شغل وتتراجع فاتورة استيرادها فتخلصف شكرا